أجرى رئيس مجلس المستشارين السيد النعمة ميارة مباحثات مع رئيس البرلمان الإفريقي شرامبيرا زيفانيا بهدف إرساء بنيات مؤسستية موحدة ومرجعية وتعزيز الأداء التشريعي لهذه الهيئة في مجالات التجارة والهجرة والاقتصاد أعتقد أن المرحلة القادمة تم الاتفاق بيننا جميعا على أن ستكون المرحلة تعزيز البناء أولا داخل البرلمان الإفريقي تعزيز مزيد من الديمقراطية داخل مؤسسات البرلمان الإفريقي وتعزيز تعاول مشترك بين البلدان والبرلمان الإفريقي وهي فرصة كذلك طلع الوفد على المنجزات المغربية فيما يخص ميادين تنمية اقتصادية والاجتماعية وميادين ديمقراطية المتقدمة في المغرب الزيارة تتوخى التأكيد على عودة المؤسسة التشريعية القارية إلى الاشتغال بعد عامين من التوقف جراء تداعيات كورونا ويعمل البرلمان الإفريقي جنبا إلى جنب مع البرلمانات الوطنية واللجان الاقتصادية الإقليمية من أجل إرساء منصة موحدة للتدول بشأن كافة القضايا والتحديات التي تواجهها إفريقيا لقد جئنا إلى هنا بدعوة من المغرب لنؤكد ونقول لساكنة إفريقيا وللعالم أجمع بأن البرلمان الإفريقي عاد للاشتغال من أجل تقوية العلاقات بين المغرب والدول الإفريقية على المستوى البرلماني وعلى المستوى الاقتصادي وتشكل الزيارة صفحة جديدة من الانخراط في البرلمان الإفريقي وإرساء لتوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نحو إفريقيا في كل المجالات التي يمكن أن تنخرط فيها المملكة المغربية